لو عندكم صدور فراغ في التلاجة كنتوا ناوين تعملوها بطريقة تقليدية او تقلوها وتعملوها باني معلش يركنوا الطريقة دي بقى على جنب وجربوا بقى صدور الدجاج بالطريقة الرائعة بتاعت النهاردة دي هتطلع معاكم تحفة ومعاها صوس رائع وطعمها بجد لا يقوم معاي صدور دجاج زي معية كدهوت بقطعها بشكل اللي انتو شايفينه دهوت سامبوكسات كدهوت بالطول وبالعد واهم حاجة مننزلش بالسيكين اللي الاخرية نقطع بس لحد نص السدر تبلتها بملح وفلفلس والدعاكتها كويس بيهم وبعد كده غلفتها بالدي وفتاصة على النار هنحطها معلقتين كبار من زبدة معلقتين كبار من زيت وهنحط صدور بتاعتنا نحمرها ونقلبها على الناحية التانية تاخد لون ونرجع نقلبها تاني نحط قطع زبدة كمان ومعاي خمس خصوص من الطوم بفرهمها وبقطعهم بالسيكينة كده زي ما انتو شايفين فرم ناعم كده بالسيكينة اقطهم في النص واقلبهم واسيبهم بقى لحد لما ي طلعوا راحيتهم بعد كده وحط عليهم معلقة كبيرة من الصوية او صلصة الصوية ومعلقة كبيرة من الخل بتشوهم كده فوق الطوم واول ما يبتدوا يولو بنزل عليهم بخمس معالق كبيرة من العسل عسل نحل عادي ديهم تقليبة كده باخد بقى من الصوص واحط فوق صدور الدجاج وزود شوية مية وغطيها وغطيها وزب على شخاطر تستوي لمدة روبية ساعة وكل شوية بص عليها ولو احتاجت مية بزودها لحد لما الفرخ تستوي تمام اخر حاجة بقطع عليها شوية او آآ بص الاخدر اللي هي الاعدام الصغيرة في البص الاخدر دي وغطيها وزب على شخاطر تستوي والصوص يتقل خالص ده شكل وقوام الصوص بتاعنا احنا عاوزينه يبقى تقيل زي ما انتو شايفين كده قدمتها بقى مع رزة ابيض وبس كده طعمها بجد طحفة الصوص بتاعها رهيب للناس اللي بيحبوا الحاجات اللي هي السويتان ساور اللي بيحبوا الحاجات اللي فيها ما بين السكر وما بين الملح وما بين اللزوعة الخفيفة اللقاء بيحبوا الحاجات اللي بيحبوا الحاجات اللي بيحبوا الحاجات